من شاطئ ساسل كانت انطلاقتنا نحو مزرعة تربية الصدفيات البحرية رفقة كريم، محمود، وكذا تنهنان التي تعتبر أول إمرأة تغوص هذا المجال البداية كانت باستزراع المحار قبل أن تقوم تنهنان بالغوص لاستخراج المحار الناضج نحن نبدأ في هذا المجال من 2018 الحمد لله يا ربي مجال جديد في الجزائر أتمنى إن شاء الله يدعموا بزف هذا المجال وأنا من أول إمرأة الجزائرية تمتهي هذا المجال لن أتمنى أن أتمنى أن يدخلوا في هذا المجال لأنه مجال واسع ومازال بلادنا مازالها فيارج على نظام القطع لدينا ممكن لإنجيريا المفيدة إن شاء الله بالرغم من مجهودات المستثمرين في المجال بالتنسيق مع مديرية الصيد البحرية إلا أن بعض العرقيل أضحى تواجههم في تسويق منتجاتهم خصوصا في ظل غياب مخبر لإجراء التحاليل الصحية إذ يضطر المستثمرون للتنقل للعاصمة لإجرائها في هذا المجال تلقينا صعوبات وعرقيل خاصة في البيع يعني كأن أسواق سوداء اللي رهت تمارس هذا النشاط يعني بطريقة غير شرعية وإحنا نلقينا المشكلة هذا وإن كنا نريد أن نبيع المنتج التاعنا نلقاه به بنصف السعر هو استثمار في مجال تربية المائيات يجمع بين فطنة المنتجين وصبرهم غير أنه يبقى مشروع رائد فعين تيموشنط خصوصا وأن الشريط الساحلي التيموشنطي يعتبر منطقة ذات آفاق واعدة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ترجمة نانسي قنقر